على المستوى الحكومي هناك إنكار حتى هذه اللحظة أن النظام لابد أن يرحل كما يطلب الناس ويتصور النظام أن لديه أدوات قادرة على تحجيم الاحتجاجات الحقيقة الرؤية الموضوعية لحالة الشارع تقول أن لا يمكن تحجيم حركة الاحتجاجات وأنها موجودة بالفعل وربما أخطر شيء في هذه الاحتجاجات هو ما يرتبط بأنها على رقعة جغرافية واسعة لم تنتقل الحكومة من حالة الإنكار على المستوى المعارض أنا الحقيقة ملاحظة أن المعارضة أيضا تقدم خطاب تقليدي تم تقديمه منذ عام 64 يعني أنا أسمى تماما قيمة الحرية لدى الشعب السوداني ولكني أعرف أن الناس تحتاج إلى المأكل والمشرب وتعليم أولادهم وحياة آمنة واستقرار السياسي هذه هي النقاط التي يجب أن تقدم فيها المعارضة تصور محدد هم يطرحون حكومة انتقالية سبق للسودانة وأن مرب أكثر من حكومة انتقالية ولكن للأسف حصلت خلافات ربما حول الحصص بين فرق المعارضة أنا أتكلم عن التاريخ أو عن الخربة التاريخية ربما أيضا النظم الديمقراطية في السودان لم تحقق استقرار سياسي ولا تقدم اقتصادي هذه هي المخاوف الحقيقية للشارع السوداني أنه صحيح يزيح نظام وهو يريد إزاحة هذا النظام وفي ظني أنه لن يتخلى عن إزاحة هذا النظام ولكنه أيضا غير واثق في المستقبل وأنا أظن هنا في هذه النقطة هناك تقصيرا واضحا في خطاب المعارضة وما سمعت من الأخين الأصباط والأخ خالد تعبير عن هذا التقصير هو خطاب سياسي عام يتحدث عن هموم النخب وليس عن هموم الناس ترجمة نانسي قنقر